اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بخصومه وبمن ألجأه لهجر دياره تحت جنحي الليل الصور نفسها لا تترك الرئيس اليمني في حاله إنه هنا يلحق ليس في الصف الأول بل الثاني وحتى هنا ليس في المنتصف بل في آخر مكان وكأنها صدفة حدثت هنا القمة العربية الطارئة وقد عقدت بعد أخر خليجية طارئة أيضا وفي كلتيهما غاب أو غيبة لا الرئيس اليمني بل بلاده فمن حضر فعليا وإن غاب هم الحوثيون إنهم الخطر الذي هدد والذي سوغ تضخيم خطر آخر محتمل صور بأنه داهم وهو إيران وبقراءة سريعة التقط كثيرون هيمنة إيران على القمتين العربية والخليجية فإذا البنود العشر لبيان القمة العربية الختامي كلها حول إيران وثمت الحوثيون في تلك البنود باعتبارهم مجرد أداء لكن لا توجد اليمن وهي التي يخوض فيها الجيشان السعودي والإماراتي حربا لم تحرز نصرا ولم تجبر الحوثيين على إعلان الهزيمة قدر ما قسمت تلك البلاد بين النفوذين السعودي والإماراتي في الموانئ والمحافظات في القمة الخليجية هناك تسعة بنود للبيان الختامي تبدأ بإدانة الهجمات التي قامت بها من وصفها البيان بالميليشيات الحوثية الإرهابية على محطتي ضخ نفط في الرياض وتلك عاصمة السعودية نفسها وليست مدينة نائية في المملكة تنتهي هذه البنود بالتنديد بما وصفت بالتهديدات الإيرانية لحرية الملاحة البحرية ولإمدادات النفط وبدعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تأمين حرية الملاحة والممرات المائية وذاك عملياً نداء استجداء للحماية وفق ما وصفه البعض لا يليق بدول لم تترك سلاحاً حديثاً وفتاكاً في العالم إلا وابتاعته لمواجهة عدو يوصف بأنه مجرد ميليشيات تحركها إيران التي تتدخل فتهدد سيادة هذه الدول التي لا تستطيع منفردة لا مواجهة الحوثيين ولا من يقف وراءهم غياب اليمن لم يكن الوحيد فقد غابت ليبيا أيضاً حضر السراج لكن بلاده لم تحضر على طاولة النقاش مثل ما غابت تماماً عن بياني ختام القيمتين وكان لذلك أن يمر فلا يستوقف أحداً لولا أن الحضور ويقال التدخل السعودي والإماراتي في هاتين الدولتين أكبر مما يعتقده البعض وهو متناقض بشكل صارخ مع مضمون الدعوة لهاتين القمتين بالتحديد فكيف لدولة تحتضن قمة عربية لجمع الصف أن تفسر استقبال رأس هرامها للجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذي يخوض حرباً لإسقاط حكومة السراج التي تدعي السعودية لاعتراف بها وتسعى لاستقطاب صوتها في إطار سعيها لاستصراخ العرب من أجل أمنها لعله الأمن القومي العربي عندما يصغر ويختزل فإذا هو هواجس دولتين ليس أكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة